اشتركوا في القناة وبناء على عرض صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله نصت المادة الأولى بأنه تعين الشيخ دينا بن تراشد آل خليفة مساعدا للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وكيل وزارة وجاء في المادة الثانية على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ترجمة نانسي قنقر